اشتركوا في القناة 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 في حال وجود صمي هوائي فهذا يعني انه مؤشر سلبي ونتيجة سيئة جدا الخطأ التقليدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي كذلك الصدر اصبح استخدامه قليلا بسبب المخاوف اساسة انه يرفع ضغط داخل الصدر و المساحة اللي بتشغال المواد بانستخدمها في بالنسبة للتكنيج الجراحي حكيم ازا بتحب تحب نحكي فيه او بتحب تحكي عنه هو المدخل للقلب النازف يعني. راحين عمين عم نستقبل مرضى ردود صدر. صدر. سواء ردود مغلقة او ردود كليلة اه ردود نافذة طعن سكين اه طلق ناري اي ازياد انفجارية ايا كانت. انا كجراح عام بيهمني انتبه على شغلتين مهددات للحياة. اللي هما بشكل اساسي الريح الصدرية الضاغطة والموترة. والاندحاس التاموري او سطام التاموري. طبعا زملاء بالنسبة للريح الصدرية الموترة يعني اه المريض بيجي اه بحالة يعني تقريبا اه ضيق نفس شديد جدا. يعني اه مع 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 تعطو الشديد للهواء. مع تعطو الشديد للهواء اه يلاحظ عليه كمان انتفاخ اوداج. سحب فوق الترقوتين. فالحقيقة في هذه الحالة وانت طبعا شايف انه المريض عنده اه اما مثلا فوهات شزايا في جدار الصدر او مثلا طعن سكين ايا كانت. فمن الترف في هذه اللحظة اجراء صورة صدر بسيطة. لحتى اه تتأكد يا ترى عندك ريح صدرية ولا لا وهذه الريح عليها ضاغطة ام لا. اصلا اذا شفت مريض مصور صورة صدر ولديه ريح صدرية ضاغطة فهذا الاجراء خطأ. لانه المريض ما بيتحمل يروح للصورة ويرجع مشان تتخذ له اجراء اسعافي. فالافضل في هذه اللحظة لما بتشوفها هالصفات السريرية هاي عند المريض انه تعمله بازل افراغي اسعافي. يعني جيب كان يلا على الورب التاني خط منتصف الترقوة بالطرفين حتى. وممكن ما في مشكلة او مثلا انت كنت عارفان انه خلاص من خلال اصغائيتك بطرف واحد وتعمل تخفيف للضغط. تعمل تخفيف للضغط مباشرة المريض بيريح بيستجيب بيخف الضغط على المنصف. فهون انت خلاص حافظت على حياة المريض. هلا ما فيه مشكلة اذا عملت صور الصدر او فجرت الصدر ما فيه اي اشكالية. اذا هنا تخلصنا من ماذا? من الريح الصدرية الموترة. هذا اولا. ثانيا اذا المريض جاءنا مثلا بالاندحاس تاموري. كيف اشك انه المريض لديه اندحاس تاموري? مجرد ما يصير عند المريض انصباب تامور. فالسائل او الدم يتجمع بين القلب والتامور اللي فيه. ثم من جوف التامور طبعا اللي هو الجوف بين الوريقتين المصلية والحشوية. الوريقة المصلية بتغطي التامور اللي فيه من الداخل. الوريقة الحشوية بتغطي سطح القلب. ففي هذا الجوف هذا. اه. بيتجمع الدم. فاول ما بيضغط بيضغط على الوزينات. لانه جدار الوزينات حيوها مثل جدار الاوريقة. رقيق يعتبر بالمقارنة مع جدار البطينات. فاول ما يظهر لدى المريض نقص الامتلاء الوريدي. يعني نقص امتلاء الوزينات في الدم. فما بينقص امتلاء الوزيمة الدم لانه مضغوطات. هذا يعطي مباشرة ايش? بيعطي مباشرة انتفاخ اوداج. فمريض اوداجه منتفخة. اصوات القلب غير مسموعة بشكل جيد. اذا هذا المريض يشك ان لديه سطام تاموري او اندحاس تاموري. المفروض اللي حاليا في كل مشفى في عندك فيسكان. نظرة بسيطة بتشوف في عندك سائل ضمن جوف التامور. ايضا هنا عليك قبل اجراء فتح الصدر الاسعافي. لنفترض انت مثلا في مكان ما خرج تجري فيه مباشرة فتح الصدر الاسعافي. انت في سيارة الاسعاف على خط القتال جابوا لك المريض ضمن المشفى مباشرة الابزل تامور. الابزل تامور ريح القلب. ثم الى فتح الصدر الاسعافي. طبعا فتح الصدر الاسعافي دائما نحن كجراحين عن بين انه اجزبتك تجي تفتح القص وبدك منشار عظم. او الى اخره فهذا صراحة ياخذ زمن طويل. اصلا بيقول لك حتى تعقيم الايدي في هذه الحالة ترف ايضا. تعقيم الايدي مع هيك حالة ترف. فبتشق الصدر بشق اسمه معترض. على الورب الخامس بالطرفين تقطع عظم القص ما في مشكلة. فبينفتح عندك الصدر على مصرعية. تلاحظ التامور امامك. طبعا انا في عندي على سطح التامور هذول لازم ننتبه عليها بشكل جيد لانه انا بالداخل انا انقذ مريض ملائزي بيمر العصب الحجابي الايمن والايسر. بيمروا على الوجه الامامي للتامور من امام سروتريا. فانت تفتح بيكونوا ظاهرات ومرئيات وكمان في الهن اوعية دموية مرافقة لالعصاب هاي. فانت بتشق التامور بشكل طولي بين هذين العصبين. حشان تتجنب اصابته. لانه اذا انت فتحت التامور بشكل عرضي انت هون عملت مشكلة للمريض اللي هي شليت العصب الحجابي سواء سواء الايمن او الايسر او جزء شلة العصبين لذلك تفتح التامور بشكل طولي فتحت التامور بشكل طولي فرغت الخسرات الموجودة. هلا هنا مباشرة قد تجد مثلا اصابات حسب نوعها بتدبرها. القلب هو عبارة عن وعاء دموي كبير. يعامل معاملة اللوعية الدموية. شو بتخيط اللوعية الدموية بتخيط القلب. مع الانتباه الى امر ان في القلب هناك شريين الكليلية. انا ما بدي قولات له اجي كحلها وعميها. يعني انا ما بيجي بخيط القلب. وبتك كل معي شريين الكليلي مثلا خصوصا مثلا الآمامي. اذا عندي البطاين مصاب كلا. الشريين بين البط ballistic الايام اذا جيت اخذ قريبا الاصابة على مثلا الشرين بيجي اخذ قطبة هيك عادية. بتك كل معي الشريان بين البطاين الامامي. ازا انا زيت القلب اكتر ما هو مازي. لذلك القطب في منطقة الشراين الاكليلية تأخذ بشكل حرف يو. الزملاء مثل ما بنسكر نحنا بجرح الزايدة مثلا شو بتسكروا العضلات. وبتسكروها مثلا بحرف يو. روح ارجع من تحت الشريان. منين? من تحت الشريان ازا انا سكرت الجرح دون ان اغلق آآ فوهة الشريان. هذا بالنسبة لفتح الصدر الاسعافي. طبعا استطب فتح الصدر الاسعافي لعدة امور. منها امور اجرائية اسعافية لانقاذ حياة المريض مثل هالحالة هي صوتهم التاموري مثلا. منها اجراء اسعافي لانقاذ حياة المريض في حال وجود نزف صاعق في البطن وليس في الصدر. هلأ شلون يعني نزف صاعق في البطن? وانا بدي افتح صدر? نعم انا بفتح صدر لانه الوصول الى الابهر الصدري امر سهل اذا انت عندك اصابات كثيرة وبتعددة في البطن ونازفة بشكل شديد وصعب عليك مثلا انه تفتح البطن مباشر وتحدد مكانها الاصابات هاي او الدكها وتسيطر على النزف بيكون مات المريض. فتح الصدر ما بيأكل دقيقتين. تفتح الصدر بتلقط الصدر الايسر طبعا. بتلقط الابهر الصدري النازل بكلم. انت هون امنت تروية للقلب والدماغ للعضاء الحيوية الرئيسية. وقطعت الدم عن وين? عن البطن. في هذه الحالة هلأ بدخل على البطن. وسيطر على اماكن النزف. ثم اعود وافتح الكلام الموجود على الابهر الصدري. هلأ قد يتبذر لدهن احدكم. انه ليش ما بنفتح بطن وبنلقط الابهر البطني. ليش عم نفتح الصدر? فبصراحة الوصول الى الابهر البطني يعني صعب. او ازا ما هو صعب يعني يحتاج الى وقت. ويحتاج الى خبرة. لانه الابهر البطني لما يدخل خلف الحجاب الحاجز. مباشرة بيعطي الجزع الزلاقي. وهال منطقة هاي صايرة كلها خلف المعدة. هذه المنطقة خلف المعدة. فالوصول اليها مو امر سهل. الوصول الى الابهر الصدري اسهل بكثير. فانا اذا صار عندي مسلا سطباب فتح صدر. مشان لدي حاس التام قولي. سطباب فتح صدر. مشان السيطرة على الاحمر الصدري للسيطرة على نصف البطني الكارثي. ايضا بالنسبة لفتح الصدر ايضا. اذا انا عندي مريد مسلا طعن سكين طلق ناري اصابة شزايا حربية. اذا حدث واخر جائي لدي فاعملت تفجير صدر. دفق الدم الف وخمسمائة ميلي فما فوق. في المرة الاولى فهذا يحتاج الى فتح صدر اسعافي. طبعا فتح صدر اسعافي مشان انا لان وعاكيد عندي نزف خطير ومهدد الحياة مشان سيطر عليه. او اذا استمر خروج الدم ميتين ميلي في الساعة لمدة اربع ساعات. كمان هذا يستطب فتح الصدر الاسعافي. فتح الصدر الاسعافي لانو معناته انا كمان عندي نزف خطير ويجب ايقافه. هلا اذا كان هذا النصف الخطير لنفترض انا هلا جيت فتح الصدر ونزفي مهو من القلب. نزفي من الرئة. فمتل ما نحنا سيطرنا مسلا على الابهر الصدري مشان نسيطر على النزف. انا بدي سيطر على النزف من الرئة مشان نعرف منين. واحسن. يعني دبر المريض. فالرئة بكل سهولة بامكانك تدورها حول سرة الرئة. طبعا اه دوران خفيف فيك بهال الشكل. فهون اش بتساوي انت اغلقت شرايين واوردت سرت الرئة مشان ما يستمر معك النزف وتشوف وين اصابتك. وتدبرها تستعصل مسلا قطعة من الرئة بشكل غير تشريحي لمشكلة. اه او بشكل تشريحي بهوالافضل. سيطرت على نزفك خيطته عملتله. بعدها بترجع تدوير الرئة بيرجع التروية. وهون بكون انت سيطرت على النزف. لهذا يعني بالنسبة للردود الصدر المهددة للحياة. ولنحن لازم نتعامل معها بسرعة كجراحين مثلا موجودين في الاسعافة. خصوصا نحن مسلا مختصة جراحة الصدرية. ولكن جراحة الاسعافين نحن نداخل فيها بكل اه تفاصيل هنا. طبعا لما نغلق الجرح الصدر. نغلقه بقطب متفرقة. نضع القطب قطبة قطبة ثم في النهاية نشدها يعني مشان نغلق تحت الرؤية المباشرة أول شي ثاني شي لازم ننفذ فخ الرئة ونسمح لها بالتمدد بعد ما نحن ناخد قطبنا لأنه أنا إذا مددت الرئة وأنا خدت قطبة قطبة وسكرت العقدة مباشرة ما بحسنا نتأكد أن الرئة عندي تفخت ولا لا أو ممكن أن أصنع القطبة اللي بعدها ممكن إذا كنت نفخ الرئة يصيبها إذا كنت الرئة مخموصة أنا بأخذ قطبي جميعا بعدها بلس شدها وأطلب من المخدر ينفخ لي الرئة بشكل جيد هذا فيما يخص تقريبا ردود الصدر المسح الثانوي الأزياء التي يحتمل أن تهدد في حياتي في عنا 8 أزياء اللي هي ريح الصدري البسيطة وتدمي الصدر وتكدم الرئة وإصابة الشجر الرؤامي القصبي والأذية القلبية الكليلي تمزق الأبهر الرضي وأذية الإجاب الرضي وتمزق المري الرضي رح نحكي كلمتين عن كل واحدة في هون الريح الصدرية البسيطة يعني كوصف الجميع بيعرف أنه عبارة عن هوا بين الجنب الحشوي والجداري النافذي النافذي والإصابات النافذي والكليلي ممكن تسبب الرح الصدرية البسيطة وحتى ممكن الرح الصدرية البسيطة تتحول لموترة فمن التعامل معها الأساس موترة أفضل علاج الرح الصدرية البسيطة هو تفجير الصدر في الورب الخامس تماما على خط منتصف قضط مثل ما تفضل الدكتور يحيان ممكن وقد يكون من المناسب أنه إذا كميت الريح بسيطة أنه مراقبي وبزر الريح الصدرية الصغيرة اللاعرضية لا ينبغي أنه إجراء تخدير عام ولا تهوي بضغط إجابة للمريض مصاب بالريح الصدرية الغضية أو لمن هو تحت خطر الريح الصدرية الموترة حتى يتم وضع مفجر الصدر ما بخدر ولا بعمل أي إجراء تهوي حتى فجر الصدر لأنه ريح الصدرية البسيطة مثل ما حكينا ممكن تتحول لريح صدرية موترة مهددة للحياة تدمي الصدر أول سبب له لتدمي الصدر أقل من 1500 لأنه لأكثر من 1500 نحن قلنا أنه هو استطباب لفتح الصدر الإسعافي أول سبب له لتدمي الصدر أقل من 1500 ملي من الدم هو جرح الرياء بالدرجة الأولى أزياد الرياوية اللي حكي عنا الحكيم أو أزياد وعاء وربي أو الشريان السدي الباطن سواء كان السبب رض مافز أو كليل حتى كسور العمود الفقرية الصدر طبعاً ممكن تترافق بتدمي الصدر بكمية أقل من 1500 ملي ممكن يكون النزف حتى ذاته وما يتطلب مداقة لجراحية ولكن أفضل ما يعالج به تدمي الصدر الحاضي الكبير كفاية اللي يظهر على صورة الصدر الشعاعي هو مفجر صدر كبير القطر 36 ل40 بيفرغ المفجر الدم بيفرغ الصدر من الدم يقل الخطر تدمي الصدر المتخثر أنه يتخثر الدم بفترة عدم وضع المفجر بالإضافة لأنه وسيلة لأنه راقي بالصدر هو عيني جوا الصدر التوصيات تشيري لأنه تفريغ 1500 ملي من الدم فوراً عبر مفجر أو إفراع أكثر 200 ملي بالساعة لمدة 2 إلى 4 ساعات أو إذا الحالي تطلبت نقل الدم فلازم حط ببالي الاستقصاء الجراحي مباشرة تقدم الرئة تقدم الرئة ممكن يحدث بدون كسور ضلعية وممكن يحدث مع كسور ضلعية وخاصة عند الصغر السن عند الأطفال لأنه الأضواع ما بتكون كاملة التعظم عندهم بس عند البالغين تقدم الرئة تشاهد أكثر ما تشاهد مرافقة لكسور الأضواع حتى ممكن يصير قصور تنفسة خفيف ناتج عن هاي الأذين بيتطور مع الوقت أكثر منه ما بيجي بشكل مفاجئ بيتطور مع الوقت المريض مع قصور تنفسة الأكسجي أقل من 90% ممكن يطلب التنبيب وتهويه بالساعة الأولى من الإصابي الحالات الطبي إذا المريض عنده بالأصل سيا وبيدية وعنده قصور كله ممكن يعني تزيد الإنذار سوءا وتزيد الحاجة للتنبيب بشكل مبكر والتهوي الآن وأي مريض من الحالات اللي ذكرناها لازم يتنبب ويعني حطه على المنفسي وعنده قبل ما أنقله لأي مكن هذه الشجرة الرغامية القصبية ما هي يعني متشرة ولهي شائعة بس إصابة الرغامة أو القصب الرئيسي إصابة غير اعتيادي مثل ما قلنا يمكن أن تهدد الحياة وهي من الإصابات التي تنساها غالما خلال التقييم البدء لهيك بتكون ضمن المسحة الثانوية في مسافة معينة وهي مسافة 2.5 سنطيف في الردود الكليلي في الغالب بتكون في مسافة 2.5 سنطين من المهماز الرغامي ويموت معظم مرضى هذه الإصابات في موقع الحادث اللي عنده نازية رغابية واللي توصوا على المشفى يعني على قيد الحياة عندهم معدل وفئيات عالي إما بسبب إصابات مرافقة أو لأنه تأخرنا في تشخيص أزيد الطريق التنفسي اللي عنده ضروري جداً وضع أكثر من مفجر صدر للتغلب على تسريب الهواء الشديد عند هؤلاء البضاء لأنه أنا عندي أزيف الطريق الهوائي تنظير القصبات بأكدية تشخيص ممكن يطلب الأمر كمان تنبيب مثل ما حكينا بكل هاي الإصابات التنبيب أنا لازم دائماً حطوه في بالي بس بهاي الإصابة بالذات وزيد الشجر الرغامي القصبي كتير بيكون تنبيب المرضى صعب لأنه عندي أنا أزيه تشريحية تشريح عنده الخرب أو في ورن دموي أو إصابي بس هيك مرضى يستطبع تداخل الجراحي عنده بشكل فوري عدة تشخيص الأذيات القلبية الكليلة بنتج عن تكدم في عضل قلبية أو تمزق أحد فجرات القلب أو في تسلق أحد شرعين الإكليلية أو تخثرة أو تمزق صمامة بيها كل أقسام القلب مذكرناها أزيات ممكن يتعلق القلب بكل أقسام المريض الأذيات القلبية الكليلة ممكن يجي فقط من زعاج صدري مثل مريض الاحتشاء حتى بعراض أخف يعني والعرض هذا ممكن يعزى أنه عندي تكدم بقدار صدر أو بكثور قصد وهذا ممكن حتى يسبب يعني اختلاط في التشخيص الأذيات العضلة القلبية تشخيصها الحقيقة فقط يوضع عن طريق المعينة المباشرة للعضلة القلبية المتضررة ويشمل العقابيل لها مسارياً هبوط الضغط وعنده اضطراب النظم بيكون وشدود حركية الجدار على الإيكو إذا فيه إيكو قلب أو فيه يعني متخصص طبيب متخصص يعني أنا إيكو قلب الموجودات الأكثر شيوعاً على التخطيط القلبي الكهربائي لهيك مرضى هي تقلصات قطيلية مبكرة ومتعددة وتسرع قلب جيبي غير مفسر أو رجفار أزيني ممكن يصير فيه حصارات وعادة بهيك مرضى الحصار غصلاً أيمن المرضى الأزياد القلبي الكليلي معرضين جداً لشدودات قلبية وعنده تحت خطر يصير معه لا نظميات مفاجئة فلاازم راقبها خلال 24 ساعة الأولى وبعدها يلمدي خطر لا نظميات بتناقص بينما المرضى اللي ما عندهم اضطرابات على الإيسي جي ما بيحتاجوا لهم راقب إضافيه لأنه بعملهم كمريض ربود وراقبهم من ناحية الإيمو دينامي تمزق الأبهر الرضي هو سبب شائع جداً للمفاة المفاجئة بعد تصادم المركبات أو السقوط من مرتفع شاهق سواء على الصدر من ناحية الأممية أو الصدر من ناحية الخلفية في علامات شعاعية كتير لتمزق الأبهر الرضي سواء التوسع المنصف طبعاً بهذه المرضى دائماً إذا المريض غير مستقر طبعاً يعني الاستقصاءات الشعاعية مشي لمنباناً حتى درجة تانية الفحص الصرير بالدرجة الأولى بيكون ولكن العلامات الشعاعية بهذا الأمر بهاي الإصابات تمزق الأبهر الرضي توسع المنصف المحاق وسط أبهر الزياحة الرغامة إلى اليمين وانخفاض القصب الرئيسي اليسرى وارتفاع القصب اليمنى والحراف المري وتدمي الصدر الأيسر وكسور ضلعين أول وتاني والتشخيص ووسط المسح الدقيقة لمرضى الأزياد العالية الكريمة ومشتبى بها بشكل دائم هو الهيليكال كونتراست إنهانسد سي تي وحتى يمكن تصوير أكثر من مرة لحتى التشخص وبعدين بيعنا الأورتوكرافي وهذا يعني هاي الأمور معنا هي بتا يعني مراكز بتخدمي فنحن نكتفي بتحويله إنه بعد ما يشخص إنه في عنا عندي أزيب الأبهر لتحويله جراحي بعائيه لأنه بصد التعامل معه كأزيب أبهر نحن تقييم المتأخر أو الزاد للمنصف المتوسع بدون قدرات جراحي قلبي صدري ممكن تقدير لتمزق مبكر للورم الدموي المحتجز وموت سريع بسبب الاستنزاف كل المرضى مع آلية أذية أو موجودات شوعية تقترح تمزق الأبهر لازم ينقله على وجه السرعة إلى جناح يعني عنده قدرة على وضع التشخيص والمعالج النهائي السريع واللي هو أخصائج جراحي بعائيه أذيات الحجاب الرضي أكثر ما تشخص أذيات الحجاب الرضي عند مرضى الرضود في الجهة اليسرى ربما لأن الكبد يسد الأذية أو يمنعه في الجهة اليمنى من الحجاب الرضود النافذي تنتج ثقوبا صغيرة يمكن أن تحتاج إلى وقت قد يمتز السنوات وأحياناً تتطور رضود هاي الثقوب الصغيرة يمكن تتطور لفتوق حجابي لأعرف أنه عندي كان أذيه رضيه طبعاً هاي بكون أخذتها في القصة السريرية للمريض مغض النظر عن سبب الرضود ممكن يكون أنا ارتفاع قبض الحجاب اليمنى على صورة الصدر هو الموجود الوحيد لأذيتها اليمنى وإذا كان عندي جرح الحجاب الأيسر مشكوب به يجب أن تقال أنبوب أم في معيدي وعندما يظهر الأنبوب المعدة في جوف الصدر على الصورة الشععية لا تعود هناك حاجة لدراسات ظليل أخرى ولا للاستقصارات أخرى وينبغي القيام بدراسة ظليل للسبيل الهطة العلوي إذا لم يكن التشخيص واضحاً الإجراءات التنظيرية الأقل غزوامة تنظير الصدر وتنظير البطن ممكن تكون مفيدة ولكن في المريض المستقر هيمو ديناميكياً تمزق المريض الكليل تنتج ردود المريض أكثر من الأذيات النافسة ردود المريض الكليلي نادرة لازم حط بعين الاعتبار أن أذية المريض عند أي مريض عنده ريح صدري يسرى أو تدمي صدر دون كسر أطباع زي ما في عنده كسر أطباع وما في عنده بسبب ثاني فلازم تحط أذية المري في باله بالأكيد التشخيص إما دراسة ظليلي أو تنظير المري المعالجة تفجير المنصف نزح واسع للمنصف وليوب الجنب مع إصلاح مباشرة للأذية من خلال فتح الصدر إذا كان مناسباً عند المريض ردود البطن والحوض تقييم الدوران أثناء المسح الأولية تضمن البحث والاستقصاء الباكر بحثاً عن وجود نزف خفية في البطن أو الحوض عند أي مريض ردود كليلي واضحة وتعتبر الجروح النافذي بين الحلمتين والعجال سبب كامل الأذيات داخل البطن تحدد آلية حدوث الأذية وشدة الإصابة ومكان الإصابة والحالة الإيموديناميكية للمريض طريقة الأفضل استقصاء وتقييم البطن أذيات البطن الحوض إلى الآن لا زالة تعتبر سبب الوفيات يمكن تجنبه وذلك بعد ردود الجزع تمزق أي عضو حشوي أو نزف عضو صلب لا يمكن أن أميزه بهذه السهولة قيم المريض غالباً ما يختلط إذا كان المريض يعني مدمن أو عنده أذيات دماغية أو عنده أذيات بطاعة الشوكة فبيختلط تقييمه عن المريض ردود اللي ما في أذيات مرافقة كمية هامة من الدم يمكن أن تفقد في جوف البطن بدون علامة واضحة على تخريش بريتوان أي مريض عنده أذي ردية كليلة على الجزع أو البطن ناتجي عن رد مباشر أو توقف تسارع أو أذيات ردية نافذة يجب الاعتبار أنه عنده أذي بطني حشوي أو وعائي حتى يثبت العكس التشريح الناحل للبطن يعني أغلبنا على ديراي فيه فحكيم ما بعرفت تحب أحكي فيه على نقاط تشريحي أكثر ما هي نقاط لحظة راح أنا أحكي فيه كل ومتين مختصرات ما راح نحكي فيه بشكل كامل الآن أهم شغلة نعرف أنه أنا البطن في عندي أقسام له في عندي البطن الصدري ما حدا ينساها البطن الصدري يعني أي رد على البطن سواء كليل أو نافذ من أسفل الحلمتين يعتبر أو شك أنه أن يكون مرافق بأذية أحشاء بطنية هو بس صدر يعني الحلمة ما موجود تعرفه غرب رابع فأي شيء أسفل الحلمة هو شك في الأذية البطنية المرافقة لأذية قد تكون صدرية أيضا تمام لأنه في عندي أنا بعض الأحشاء وخصوصا الكبد والطحال وجزء من المعدة متوضع وين في البطن الصدري هذا أولا وفي عندي البطن أو جوف البطن بالخاصة هذا اللي بنعرفه كنا اللي هو من أسفل حافتين الضلاعيتين إلى منطقة العانا هذا الجزء البطني المتعارف عنه وفي عندي الحوض أيضا الحوض أو الحوض العظمي المقصود فيه الحوض الحقيقي يعني مو الحوض الكاذب الحوض الكاذب مضموم لجوف البطن في عندي أيضا محتويات الحوض هي أعضاء بطنية هذا مختصر ما يجب أن نلبيه ولكل منهم إصاباته الخاصة تفضل دكتور تابع جاوز التشريح الردود الكليلي والردود النافذي الردود الكليلي مثل الإصطدام بالحافي السفلي لمقود سيارة حوادث سير أكتر شيء يعني اللي بتسبب أذيات ضاغطة أو ساحقة لأحشاء البطن هاي الأذية والقوة الشديدة المطبقة بسبب الحوادث ممكن تأزي الأعضاء الصلبي وتمزقها أو حتى تسقبها في بعض الحوادث الشديدة هاي القوة ممكن تسبب انسقاب الأحشاء وتمزقها مع نزف سانوي مع حدوث تلوث محتويات الأحشاء والدهاب بريتوان الأذيات الضاغطة هي نوع من الأذيات الساحقة يمكن أن تحدث عندما استخدم وسيلة الحماية فأنا أقول عن حاطة حزام أمان أو حزام تثبيت كتف بشكل خاطئ أثناء القيادة طبعا مرضى أذيات حوادث سير ربما يعانون من أذيات وقف التسارع المفاجئ حيث يوجد حركة متعاكسة لإجزاء سابتة وغير سابتة من أعضاء الجسم مثال على ذلك تمزقات الكبد والطحال وكلاهم ومتحرك ومثبت بأربط وداعمة في نفس الوقت وأيضا مثال آخر هو تمزق مسافيها المرضى اللي عنده نزيات رضية يمكن احتمال إصابة العضاء كميالي هاي النسب مهمي أنه الطحال نسبته أربعي لخمسة وخمسين بالمئة وصراحة فيه أكتر من مرجع ولكن هاي النسبي شكت أكتر من مرجع بالتفق عليها الطحال نسبته أربعي لخمسة وخمسين بالمئة الكبد خمسة وثلاثين لخمسة واربعين بالمئة الأمعاء الدقيقة خمسة إلى عشرة بالمئة بالإضافة إلى الورم الدم وخلف البريتوان بنسبة خمسة عش بالمئة عند المرضى اللي خضعوا لفتح بطن بعد رمود كليلي على الرغم من أنه أجهزة الحماية قد تمنع الأزياد الكبرى لكن ممكن نفسها أجهزة الحماية وخاصة يعني بالسيارات وحوادث سير نفسها بتسبب أزياد تاني وكيس الهوى اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الحماية بالسيارات حتى يعني هو نفسه ما بيمنع أزياد البطن الحاصلي الأزياد النافذة تسبب الجروح الطاعنة وجروح طلق النار يمخفضت السرعة أزياد النسج يتمزقها ويصير فيه تقطيع وتمزق شديد بالنسج بينما جروح طلق النار العالية السرعة تنقل طاقة حركية أكبر لأحشاء البطن وتسبب أزياد حول مسار المقزوف بسبب التكهف اللي بتعمله ناتج عن السرعة الشديدة جروح الطاعنة تصيب بين البطن والأكثر شيوعاً بالإصابة بالجروح الطاعنة الكبد 40% بالإصابة بالجروح الطاعنة بالإصابة بالجروح الطاعنة الأمعاء الدقيقة 30% حجاب الحاجز 20% والكولونات 15% أذيات الطلق الناري نسبة للأذيات وخاصة لمعاء الدقيقة 50% لأنه أغلب إصابات الطلق الناري بتكون في البطن 50% الكولونات 40% والكبد 30% أوعيد البطن 25% طبعاً بتختلف أذيات الطلق الناري بنوع السلاح وسرعة المقلوف فيه يعني ملاحظة أنه المرضى اللي قريبين إذا صار انفجار وخاصة طبيبية بمناطق مناطقنا مناطق الحرب إذا مريض قريب على انفجار ممكن يصير فيه عنده أذيات رئوية إضافية وأذيات حشوية متعلقة بالضغط العالي بس بتكون متأخرة لحتى تتشخص تشخيص التقييم رضوض البطن واسع أول شيء استجواب وفحص صغيرة فحص البطن جزء بالمسح الساني واللي بتم طبعاً متل ما تفضل الدكتور يحيى الخاص أنا بركز على شيء اسمه البطن الصدري لازم يضحص من الحلماتيه السدي وحتى المغبنين أنا هذا كله يعني بحطه في بالي اسمه بطن وبقسمه لأقسام رغم أهمية فحص البطن ولكن غالباً ما بيكفي بسبب وجود أزياد أخرى أنا المريض ما بيجينا والله بس أزياد فطن ممكن عنده رد رأس عنده اطراف الوعي وغير يعني في أزياد كثير ممكن يجينا فيها المريض في حال سلبيت الفحص السريري لازم راقب وعيد الفحص والتقييم بفواصل متقاربي وحدده على أساس حالة المريض وعلمات الحيوية وحالة الريموداني مع اللجوة الاستقصاءات الثانية لازم ضروري جداً اسأل المريض إذا حالته بتسمح أو مرافقينه إيش هو سبب أو آلية الرض على الألم البطني هل في قياق مدمة أم لا هل في نازف شرجي أو لا هل في لدي دموية أو لا يعني كل الأمور اللي بتشغلي لا شيء رضي حاصل وزير رضي حاصلي بالفحص السريري بالفحص أنا بدي شوف جدار البطن الأمام والخلح والخاصرتين بتدور على جروح كدمات السحجات هاي الجروح والكدمات والسحجات ممكن تخبي وراها صابات حشوية بتحرى تخريش البريتوان المضض والمضض الراجع والتفاع كسور الأضلاع في احتمال معها تمزق الكبد والطحان وتحرى وجود نازف هضمة صفلة بالبي آر والنازف الهضمة العلوية عن طريق وضع مبوب استقصاءات المتممي إذا التشخيص واضح لازم ما ضيع الوقت باستقصاءات ولكن لابد أن نؤكد أنه في كثير من رضود بطن بتستدعي أخذ المريض مباشرة إلى غرفة العمليات أجراء فتح بطن دون أي استقصاء آخر هل في عنا بالمريض اللي بتسمح حالته أن يستقصي صوت الصدر مع ظهار الحجابين ممكن تظهر يعني مع ظهار الحجابين الكلال الغازي ممكن تتمزق حشة أجوب حتى كسور أضلاع صورة حوض مهمة جداً في مريض الرضود الإيكوفاست واللي هو يعني عين الجراح بإصابة ترومة في أربع مقاطع الإيكوفاست المقطع التاموري والمقطع المراقل أيمن موريسون والمقطع المراقل أيصر اللي فيه الوطحال والحجاب والكلية والحجاب الحاجز أيضاً ومقطع فوق العاني ريتش دوغلاس السيتي إذا المريض مستقر من ناحلة مريض مستقر لديناميكية حصراً لا فيه إشي اسمه تصور سيتي والله لمريض غير مستقر مريض مستقر ممكن أنا يعني أصوره طبقي طبعاً بيكشف كتير أزياد طبقي حتى الساءل الحر وتتمزقات الحجاب وخاصة أنه أدق ملقيكم في كشف الإصابات خلف بريتوية وتتمزقات الأحشاء بشكل عام طبعاً الطبقة بيفيدنا بإتخاذ القرار الجراحي أو أبين حافز أيضا من الاستخصاءات عن التصوير المساني الضليل عبر قصرة دولية لأنفي أو أكد إذا فيها تبزق تصوير الأوعي الضليل بتشخيص المنزف الحوضة وخاصة في المريض اللي عنده أذية في الحوض هل العلاج بيصمر لعاء الناسف هاي لا لعائي في عنا ما شفناها كثير بما شاهد صراحة بس الراحض لبروتوان التشخيص الدي بي إل خفز استعماله لأنه يعني الاعتماد الكل يهلق على الفاس لمريض الدرومة وإذا سمح وضعه عن صور الطبقية مباشرة هلا هاي الشرح لطريقة الرحلة ببروتواني واستطباباته ويبين الحالات الإيجابية والحالات المشكوك فيها جد والواضح هاي طريقة إجراءه ما رح نفصل فيها كثير دكتور بعدزناك بس دقيقة بالنسبة للدي بي إل أو يعني تشخيص البريتوان تشخيص يعني الصابات البطنية الرضية عبر الدي بي إل أو الراحضة البريتوانية صراحة يعني أنا خلال مسجرتي كلها ما استخدم أصبح من التاريخ طبعا أصبح من التاريخ لسبب رئيسي هو ظهور الفاستسكان نعم 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 واجب ذكره للتنويه أنه في هيك إجراء بصراحة كان هذا إجراء إسعافي سريع يمكن إجراءه مثلا في غرفة الإسعاف مشان قبل ظهور الفاستسكان مشان تحري وجود دم بشكل رئيسي أو تحري مفرزات هضمية سواء عن نتجة عن تمزق أو عمعه إذا شاف الإنسان بايل أو شاف مثلا أحيان بقايا طعامية أو إلى آخرية لكن بعد ظهور الفاستسكان بصراحة قل استعماله بشكل شديد جدا يعني نعم اتفضل دكتور الله أعطيك لا تفضل استطبابات فتح البطن كثيرة جدا ومتنوعة بأكتر من مرجع ولكن يعني الاستطبابات هي اللي قدرت تجمعها ويعني مختصرة جدا خروج أمعاء من جدار البطن صدمة نقص حجم مع وجود سائل حر في البطن صدمة نقص حجم غير مفسرة ما تحسنت أو تحسنت وبعدين اشتدت رغم الإنعاش بالسوائل ونقضة دمنا المريض على ما تخريش بريتوان دفاع وتقفع عضلة واضحة ومستمرة نزف هضمة علوة وسفلة صريحة ومستمر هواء حر تحت الحجاب ودلاء شعاعي على تمزق الحجاب وبقاء الأداة الطاعني في الجروح الطاعني مغروزة في جدار البطن بالإضافة طبعا للأزيات النافذة بكل أنواعها مبادئ تسدير الجراحي لردود البطن حلق فيه يعني هون تقييم لرد البطن المغلق ولرد البطن النافذ رد البطن النافذة أنا عندي دائما في أي مريض يترونه أما مستقر أو غير مستقر على هلأساس بيشتغل أمان مستقر هلأزي في جدار البطن الأمامي أب في جدار البطن الخلفية طبعا أنا بحكي فقط هلأق عن ردود البطن يعني أنا المريض ما بيجينا برد بطن خلف ولكن رد البطن هلأت بتعامل معه إذا بجدار البطن الأمامي باستقصى الجرح موضوعيا مع تصوير بالمادة الظليلية طبعا هاي ما موجود عند الكل ولكن استقصاء الجرح إذا عندي شك أو منطقة حدية يعني ضمن هاي المنطقة ممكن يعني ممكن ينصاب العضو اللي تحته ممكن ما ينصاب طبعا حسب المنطقات الشريحية بس بمجرد الشك أنا في عندي تنظير بطن إذا مستقر طبعا المريض وفي عندي تنظير وفي عندي طبق إذا تنين إيجابيات وتطورت أعضاء تشخيص إيجابي وتطور أعراض سلبة ما يكفي تطور أعراض في استطباب لفتح البطن في عندي إصاب البريتواج كمان تنظير بطن مع مراقبي إذا تنظير البطن إيجابي ومع المراقبي ما تحسن المريض كمان يعني الموجه لفتح البطن بالنسبة لجدار البطن الخلفي أزئياته إذا الطبق إيجابي الطبق بيزرل أزئي في جدار البطن الخلفه فتح بطن إذا الطبق سلبي براقب المريض المريض الغير مستقر هيمو ديناميكي فالردود النافسة فتح بطن المريض الغير مستقر عن دفاع الإيكو فاست إيجابي فتح بطن ما في علامات سلبي خطرة في عند إجراءات تشفصية ذكرناها وهي الفاست والدي بي إي إل العلامات الهيمو ديناميكية أو البريتوانية الدفاع وغيره إذا إيجابي فتح بطن إذا سلبي براقب المريض المريض الغير مستقر عند الإنفاس إيجابي نزل غزير داخل البريتوان استطبامنا فتح البطن إذا في عند أصباب أخرى للصدمن مثل ما قلنا البريض ما بيجينا مريض نموزجي ما بيجينا عنده أزئي صدري أزئي يعني رد رأس كسور حوض وغيره تصوير شرايين وتصميم للبعائيين وبراقب المريض حالا ما يتخذ قرافة البطن يوقع المريض بسرعة لغرفة العمليات مع الاسمرار بالإنعاش لازم يكون فريق الجراحي للتخطير التهيس والتأكد من جاهزية لغرفة العمليات تطهير ساحة العمليات من حنبتي الثديين حتى منتصف الفخذين شق ناصف ويوسع حسب الحاجة رشف الدم والسوال بعدين نقوم بالترتيب سيطرة على النزف إيقاف تلوث جرسومي إصلاح الازيات الحشوية مع الأولوية لآفات النازف وذلك بعد فحص كافة أحشاء البطن والحجاب الحاديث إصلاح الازيات الحشوية أكثر حشو يصال في ردود كليل هو الطحال وفي النافسة هي الأمعاء الدقيقة إصابات الحجاب الحاجز ما بتذكري كتير بس تنظير أنا في معلومي بس حابي تذكرها فيها أنه想 رخизнесة مستقر إصابات الحجاب الحاجز يستطب فيها تنظير البطن متشخص بتنظير البطن في إذا تم فتح البطن لغير السبب وبدأ يصلح هزيت الحجاب أو إذا أزيد الحجاب كبير وبدأ يصلح وتفتح البطن فيه عند قاعد إذا أنا وقت بسكر الحجاب الحاجز قم بسحبه للخجاب على الصراحة أنا جبت هاي القاعدة وما بارك وش السبب ما بارك إذا الدكتور يحيب يحب يضيف تفضل تابع دكتور تابع إصابة المعدية أكثر ما تصاب بردود النافذ يندور إصابة المعدة بردود الكليل بسبب حماية قسم كبير منها بالقفص الصدري طبعاً أيمت بشتبه أنه أنا عندي هزيب المعدة لعن بريض ردوب إذا عندي قياء مدمة أو بإنبوب المعدة بتمزقات جروح المعدة العادة في الخياطة ويجب دوماً فحص الإدار خلف المعدة حتى لا نهمل جرح فيه إصابات العفاج أيضاً تنجم غالباً على الردود النافذة وغالباً ترافق إصابات إحشاء أخرى كثيراً ما نضطر لتحرير العفاج وبمناورة كوشر برؤية وجهه الخلفة التدبير بإصابات العفاج بيعتمد على موقع الإصابة وشدة الإصابة إصابات البسيطة تنظير وخياطة مع تفجير البطن الواسعة ممكن يعني إجراءات أخرى إجراءات أخرى معقل دقيقة تحتاج تفصيل يعني كثيراً إصابات البنكرياسية تم تشخيصها أثناء فتح البطن ويمكن تشخيصها قبل العمل الجراحي بالطبق ومكبرياً بارتفاع الأميلاس غالباً ما يترافق مع إصابات العفاج أو الأوعية الرئيسية أذيات البسيطة تنظر تدبيرها بالتفجير تفجير البطن أما الواسعة ومترافقة من قطاع بقناة البنكرياسية أيضاً في إجراءات معقدي وعمليات تحتاج تفصيل أكثر طرعاً أنا فقط بكل إصابة عضو في البطن نعم درجات الأذية بسلايد الجانبية بس يعني لضيق الوقت ما ذكرنا درجات الأذية إصابات الكبد ترافق إصابات الكبد بنزل في الغازية إصابات غير مترافقة بحالة صدمة أو علامات صريحة للتهاب تعالج علاج محافظ غير جراحي ما لم يكن فيه عند استقباب آخر لفتح البطن مع المراقبة سريرياً ومخبرياً وبالطبقة والتداخل إذا طورت العراب أما إذا عندي صد بنقص حجم أو علامات انتهاب بريتواني فلابد من تداخل الجراحي الفوري نقوم بعد فتح البطن بالدك بشارات الإيقاف النزف في شكل مؤقت بعدين ما نقوم بترميم الإصابي وإيقاف النزف الدائم حسب الحالي هاي طرق الإيقاف النزف سواء تخثير سواء تطبيق مواد مرقئة جلفومات أو غيره تنظير وخياطة لإستقصال فس كمدي في حال إنه صار في إصابات عديدة وما قدرنا نحن نرقي أو نغمب نقوم بإعاطة الدك بإنشانات ونتركها في البطن لتحافظ على الإرقاء بآلية الضوط ونقوم بنزعها بعد فترة بـ 78 ساعة فقرة الدك هي يعني فقرة مهمة جداً أحبيت أذكرها لحالها أنه هو التقنية التي ستكون أكثر الأدوات استعمالاً في أزياد الكبد عالية الدرجة وإذا قمت في دك الكبد كإجراء مؤقت متوقف النزف عندها تكون قد حققت الإرقاء ورفع الدك عند هذه اللقاء يعتبر خطأ إذا لم تكن متأكد تماماً من حدوث الإرقاء بالدك خصوصاً عندما يكون قد توجب عليك إذا تدك استقصاء النزف ولكنك لم تجد أي أوعي شبياني نازف عندها تفكر بإجراء وهو التصوير البيعاء الظليل الفوري بعد الدراحة مع إجراء تصميم انتقائي وقلناها إلى الجراحة البيعائية يعني في حال وجود طبيب بجراحة البيعائية ممكن ما عندك أنا عمى تصميم بوعي كتلخيص للفقرة القطب العميقة الكبدي بتسبب تنخر نسيج المحاط بالقطبي ولكن ممكن إجراءه عند الإضطرار إذا ما تمكنت من الإرقاء فالقطب العميقة الكبدي ممكن إجراءه يعني مذكور ملاحظة أن القطب الكبدي العميقة ليست جريمة واحد الأفخاق في القطب العميقة هو نسف الباكر بعد الجراحة الكبد المرتوط سيتورمن بعد الجراحة وهذا قد يؤدي إلى تقطيع الخيط لنسيج الكبد المتوازن مع تبان التأثير الإرقائي وعودة النسف فهي من الخيارات الأخيرة يعني إصابات الطحان كما في إصابات الكبد تسبب إصابات الطحان نسفا قد يكون غزيرا أو خفيفا فإذا كان المريض مستقر نلجأ العلاج غير الجراحة مع المراقب السريري والمخبرية والطبطة تداخل الجراحة إذا اقتضى الأمر أما إذا المريض مصدوم العلاج الجراحي فتح البطن واتباع الإجراءات التالية حسب شدة الإصابة وحاوة المريض الفيزيولوجي الخياطة للأذيات وتخسير وتطبيق مواد مرقئة كما ذكرنا نفس عمل مع رضوط الكبد ممكن إذا يعني أنا إذا ما في أذيه شديدي للطحان أو درجات خفيفة تغليف الطحان بشبكة قابل الامتصاص أبذر بال ميش والخيار المستخدم بكثرة يعني من أهم الخيارات هو استصال الطحان الأذيات الشديدة هذه درجات الأذية مفصلة لكامل أعضاء البطن كامل أعضاء البطن في درجات الأذية مرفقة معه إصابات الأمعاء الدقيقة يجب فحص الأمعاء بشكل كامل حتى لا نهمل أي ثقب أو إصابية تم تدبير جروح الأمعاء الصغيرة بالخياطة أما الواسعة ومترافقة في تمزق في المساريق مساريق عفوا فتحتاج بترا ومفاغرة إصابات الكولون تصافر ضد النافذي أكثر من المغلقان هناك السبب نادر لتمزق السين بالذات في بلدنا ينجم عن الرحبات الشرجية ذات الضغط العالي بخراطيم صنبور المياه قديما كان يتم هذا الإجراء الترميم أما ترميم مباشر دون فاغر كولون عن طريق خياطة جروح الصغيرة بتر ومفاغرة للجروح الكبيرة في شروط للترميم لازم يكون إنه إذا تمزق حديث أقل من 12 ساعة إذا فيه تلوث برازي محدود وليس شديد شامل للبطن وإذا ما فيه تضبط نقص حجم أما إذا تمزق قديم واسع إذا تمزق واسع والتلوث برازي شديد والمريض غير مستقر من نحلة ودين ميكي فالأسلم وإجراء الفضر وذلك بعد بتر واستصال القطعة المتمزقة فيه عنده كثير خيارات فغر لفائفة منزقات لتمزقات الكولون الأيمن فغر الكولون الداني وعملية هارتمن والبطر للبطن العجاني استصال الشرج وفغر الكولون الدائم هذه العملية العنوان مواضح بس العنوان هو الأزيات المنسية الحشوية بالبطن في خمس مناطق هاي من الأزيات اللي بتنتسى تقييمة في البطن تأزيات الحشوية اللي هي الحافل المسارقي لأمعاء الدقيقة ريباطة رايت البسطة المريئة المعدة المستقيم خارج البريتوان والجدار الخلفة لكولون المعترد حبيت نوع عليها إصابات الكلي أقرب يعني هي الإصابات الكلي البولية ولكن يعني من ضمن ردود البطن فذكرت أنه تشاهد تعشر بنميم ردود البطن البريتوان الدموي أكثر عراضة شيوعا علاجة تسعين بنميم الأزيات الكلي بتكون يعني خفيفة ما هي شديدة علاج المحافظ ولا تحتاج إلى تدبير جراحي في عدة قاعدة أنه كل بطن كل رد البطن كليل مع بريد دموي لازم عمله طبقي للبطن مع حق المادة ظليلي أو تصوير ظليلي الجهاز البولي لأنه يشتفي عنده بأذية كولوية أو أذية جهاز بولي أي فتح بطن لرد نافذ لازم استقصر كليتين يعني موجوب يفضل استقصاء الكليتين فتح بطن أيضا لرد مغلق وشفنا ورمدمه ينابض عبيت زايد بحجمه يجب فتحه واستقصائه وترميم الإصابة البيعائية والكلوية متى يستطب التدبير يستطب التدبير الجراحي في رضوغ الكليتين نافذة المؤلفة في الحالات التالية في حالات قلع السويقة والتمزقات الواسعة واستمرار النزق ببيلي دموية غزيرة أوراً دموي الكبير طرق التدبير طبعاً يعني هي تفصيلة عند البولية أذيات الحالب أذيات الحالب بشكل أساسي مترافقة مع أذيات البطن النافذي من ضمن أجراءات الـ damage control في أذيات الحالب أن يحول مثل ما بعمل كلستومي يحول عند البولية عندهم تحويل مسار البولي لخارج البطن والشكل مرفق بالجانب هذه بشكل مختصر عن أذيات الحالب أذيات المثاني دائماً أتذكر أذيات المثاني لازم يعني أرفق فيها الإصابات الحوضية أو الأحرى أرفق الإصابات الحوضية مع أذيات المثاني تأكيد تشخيص تصوير المثاني الظليل بالطريق الراجع عبر قصطرة بولية بالعلاج فيه يعني ملاحظة ممي بس بالعلاج والتمزقات الخارج البريتوان التي تحتاج لتربين جراحي التي يكفي أنه التي لا تحتاج لتربين جراحي يكفي وضع قصطرة بولية لمدة إسفاعي ليلتائم التمزق أما لداخل بريتوان فبدأ تداخل جراحي لفتح البطن وخياطة المثاني مع إبقاء القصطرة بولية أيضاً لنفس الفترة ومدة إسفاعي ليلتائم التمزق الدكتور يحيى أنت معنا دكتور يحيى إيه معك معك تفضل دكتور هلأ هاي الأزيات خلف بريتوان إذا بتحب بس يعني تحكي إنه ملخص إيه تكرم دكتور هلأ بالنسبة للأزيات خلف البريتوان نحنا بهمني أنا أعرف أنه لا أستطيع أن أفتح بطن وشوف عندي ورم دموي خلف بريتوان فلازم حدد أنا يترى هل ورم الدموي هذا مركزي إلا محيطي هلأ مركزي شيء ومحيطي شيء في تدبيره يعني وهل هو أيضا حوضي يعني في منطقة الحوض طبعا الأورام الدموية المركزية عندي الأوعية الكبيرة خصوصا الأجوف السفلي والأبهر البطني الأورام الدموية المركزية استطباب للفتح الورم واستقصاء هل هناك إصابة وعائية أم لا أما الأورام الدموية المحيطية اللي بتكون على جانبي بالرائد قتر أو الليفت قتر فهم بها الأورام إذا كانت نابضة وحجمها يزداد أو يكبر بسرعة فهي استطباب لفتح خلف البريتوان واستقصاء ما هي سبب هذا الورام أما إذا كانت غير فيضة ولا يزداد حجمها بسرعة فيفضل فيها المراقبة لأنها بتكون عادة محدة لذاتها وهم بالأساس ما في عندي أوعية كبيرة يخشى منها يعني تابع دكتور يا طيق العافي حكيم شرح مكتصر ووافي حكيم بقي عنا فقرة جراحة ضبط الضرار هلأ في صراحة يعني طويل شوي المحاضرة أخذت وقت صراح أحكي أنا من يعني الشي اللي بهمنا بجراحة ضبط الضرار في الجراحة العامة يعني هي ركيزي أساسي بإصابة الحربية بس رأحكي عن اهم اختلاط اللي هو متلازم في الحجرة البطنية بعد إصلاح الأزياد بطريقة جراحة ضبط الضرار الجراحة ضبط الضرار هي عبارة عن أربع مراحل المرحلة الأولى هي اتخاذ القرار أن هذا المريض هو مريض يعني من استطابات تطبيق جراحة ضبط الضرار المرحلة الثانية فتح البطن يتحكم السريع في النزف والتلوس والدق داخل البطن أغلاق البطن المؤقت يكمل هذه الفطوة الحرجية ثم يتم نقل المريض إلى واحدة العناية المركزة اللي هي المرحلة الثالثة من جراحة ضبط الضرار واللي بيكون فيها تصيح للحماض والخفاض الحرارة وتخثر الدم اللي هو اسمه الثالث القاتل وإعادة الاستكشاف هي المرحلة الرابعة فهي جراحة ضبط الضرار عبارة عن أربع مراحل مفهوم جراحة ضبط الضرار أدخله الجراحة يسمون الجراحة البريطانية ديفيد نوت وجب ذكره يعني أحبينا أن نوح عليه قبل الجراحة ضبط الضرار كان المريض من غرفة الاسعاف عغرفة العمليات أغلب الأحيان يموت لأنه مريض رقوق متعددي بينما بعد اكتشاف جراحة ضبط الضرار أو بعض العمل بها من غرفة الإسعاف لغرفة العمليات بعدين للعناية بعدين إعادة لغرفة العمليات بعدين إلى العناية مرة ثانية ثم يتحسن المريض ويتخرج بحال جيدة استطبابات جراحية ضبط الضرر عبارة عن ثلاثة استطبابات تشريحية وفيزيولوجية واستطبابات متعلقة بالبيئة الجراحية استطباباتها مشروحة بجدول مفصل هذا هو الجدول اللي بيحب يطلع استطبابات بشكل كامل حكيم المراحل المفصلي أنا هاي لمحة كافي تحبوا تزيد شيء المراحل فيها شرح جراحة ضبط الضرر أو الفتح البطن المختزل أو المختصر يمكن تسميتها أيضاً بهذه التسمية نحنا ما دروا نترجم الترجمة الحرفية ففتح البطن المختصر المقصود في السيطرة على الحنفيات الموجودة عندك في البطن شو هي الحنفيات الموجودة عندك في البطن؟ لازم السيطر السريعة طبعاً على النزف تضبط النزف بسرعة تضبط التلوس إذا كان عندك مفتوح الأمعاء أو مفتوح الكلون عباً ربطه بدون إجراء بتر أو إصلاح وفغرات بدئية ما بدها فأنا هذا إجراء سريع أقوم به للمحافظة على حياة المريض مشان أنقذوا من الصدمة أنقذوا من التلوس أنقذوا من خفاض الحرارة أنقذوا ما يدخل في الترابات التخسر وبعد ما سكر الحنفيات هاي اللي عندي بنقل المريض إلى العناية طبعاً لا يستقر وضعه إذا استقر وضعه والمريض نفذ من الموت هنا أريد المريض إلى غرفة العمليات وأقوم بإصلاح للأذيات بشكل كامل طبعاً إصلاح كامل للأذيات الموجودة عندي في ضبط الضرر من الناحية الوعائية ونحن هاي كجراحين عن مين بتهمنا بصراحة يعني قد نجد إصابات وعائية كبيرة مثلاً أنا عندي أبهر بطني مصاب عندي أجوف سفلي مصاب ومريضي غير مستقر ومريضي متعب ومريضي بده يعني فتح بطن مختزل يعني سوي له إجراء سريع يعني لازم صراحة أحده بنصف ساعة مشان جنبه الثالث القاتل فأنا ممكن هنا بهذه الحالات أن أضع صنداً ضمن الوعاء المقطوع ضمن الأبهر البطني ضمن الشريان مثلاً الحرق فيه مشان حافظ على استمرارية التروية الدموية للطرف أو للأطراف أو للأعضاء الحيوية ريث ما يتم إصلاحها لأنه إذا أنا باشرت بإصلاحها إصلاح رهائي في لحظتها ممكن المريض يموت بين إيدي بعد ما خلص الإصلاح وأنا شوف كان استفدت ما استفدت أي شيء آخر فأنا عندي ضبط الضرر من الناحية الجراحة العامة هي السيطرة على التلوث والنزف بشكل رئيسي ضبط الضرر من الناحية الوعائية ممكن يكون أنا عندي إصابة أوعية مرافقة أوعية هامة جداً أنه ممكن أن أضع صند داخلها أربط الوعاء على الصند بحيث أنه يتأمل لإستمرارية وأنقل المريض إلى العناية المشددة لتستقر حالته ثم أعود وأكمل الإصلاح تفضل دكتور تابع أعطيك العافي حكيم أهم اختلاط بالنسبة لفترة ما بعد الجراحة الجراحة الضرر هو الذي يخاف منه أغلب الجراحيين لأنه اختلاط شديد اللي هو متلازمة الحجرة البطنية هو المضاعفات القاتلة لردود البطن الشديدي وتنتج عن تطور ضغط الحالي المستقرة داخل تجويف البطن إلى ارتفاع مرضي متكرر للضغط فوق العشرين مليمتر زيباً أما العلم أنه ارتفاع الضغط داخل البطن يعرف أن الضغط المستمر داخل البطن اللي بزيد عن 12 مليمتر زيباً يمكن أن يؤدي الفشل في التعرف على متلازمة الحجرة البطنية وتدبيره على الفور إلى سوء الإنذار حد المريض حيث يتم التعرف على متلازمة الحجرة البطنية كمؤشر مستقلي الوفيات يجب أن يؤخذ هذا التشخيص السريري بعين الاعتبار عد المرضى اللي بعانوا من التوتر أو انتفاق في البطن مع عدم استقرار في حالة المريض ومع ذلك حتى ممكن رؤية هذا الاختلاق بدون انتفاق أو توتر في البطن تترافق ومتلازمة الحجرة البطنية مع مشاكل بالجهاز التنفسة من انتفاع ضغط النجر الهواء وعدم كفاية التهوية والأكسجة وانخفاض نتاج البول الناجم عن انخفاض التروية الكلوية بسبب انتفاع ضغط داخل البطن يمنع البطن المتوتر لعودة الوريدة مما يؤدي لتفاع ضغط داخل الجمجمي وانخفاض ضغط التروية الدماغية وقد فجلت متازمة الحجرة البطنية نسبة حدوث 6% في المرضى الذين يعانون من صدمة ورضوش شديد في البطن أو الحوض وكليهما يخضعان لفتح بطن الإسعاف بضبط الضرر الحاصل وتطبيق جراحة ضبط الضرر بالسرعة الممكن طبعا البطن المفتوح واغلاقه بشكل مؤقت بالوسيلة المناسبة بيخفف وحتى ممكن يمنع متازمة الحجرة البطنية لانه التدبير الأمثل لهذا الاختلاط يعني حتى ما يحصل مع هذا الاختلاط هو الوقاية بالاغلاق الصحيح للبطن وحتى بأغلب الأحيان ما يسكن البطن التدبير أو الإجراءات المتخزة لتخفيف الضغط داخل البطن نعاش بالسوائل الغرواني بدلاً من السوائل اللوري لتقليل وزن المعوي وضع انجي تيو من أجل تخفيف الضغط على المعدي ووضع انبوب في المستقيم لتخفيف الضغط داخل كولون تصريف عن طريق جد للخراجات أو السخاء السوائل من منطقة البطن تم وصف شيء اسمه حصار عصبة عضلة لاستخدامه كتجربة قصيرة في إرخاء عضلات البطن هذا التخدير ممكن يساعدنا بالأمر ويقدم انخفاض كبير في ضغط الحجرة البطنية في مريض والعناية المركزة إذا ما نجح هذه العلاجات ما نجح في تدبير ارتفاع الضغط ولحظنا في ازدياد في أزيز الأعضاء فممكن يخففه عن طريق جراحي يعني فتح بطن أسعافي أهم نتيجة إلى فشل الأعضاء متعدد سواء انتراب جهاز تنفسه مخفاض نتاج القلب أو قصور كلاوة أو قصور كبدة أو غيره أول تظاهر هو القصور الكلاوة بتظاهر بشح بول بالنسبة لقياس الضغط داخل البطن أكثر الطريقة مستخدمة هي قياس ضغط المثاني عن طريقة قصر عبر الإحليل جراحة متل بأقنع علاج الجراحة ممكن يستخدم عند فشل علاج المحافظ لمترفع ذلك الحجر البطنية الدكتور ذكر تقنيات الجراحة تبطى الضرر في الجراحة الوعائية في التقنية المستخدمة من وذكورها بالمراجع اسمها الريبوة طبعا هاي التقنية في إلى مناطق في زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثة وين بدي انفخ البالون في مناطق تشريحية لنفخ البالون لحتى قطع التروية يساعدني أنا بعملتي هاي المناطق مفصلي وبما أنه طالت المحاضرة فبإمكان زبلائنا يعني يطلعوا عليها إن شاء الله بعد بقاءت المحاضرة على المجموعة في المنطقة فوق الحجاب الحادث المنطقة زون واحد منطقة قلب كاملا اسمها زون واحد مع الأبهر الصدري طبعا الجزعة الزلاقي تحتها بالزون اثنين تحت الحجاب لمستوى تحت الكلويين هاي الزون اثنين هاي مناطق نفخ البالون لأعرف أنا عن إيش بدي قطع التروية وإذا قطع التروية بساعدني أو لا الزون ثلاثة هي تحت مستوى الشريانين الكلويين هون هنا محاضرتنا هاي عبارة عن ملاحظات قيمة ما هي من مراجع ورقي إنما هي من مراجع يعني أشخاص وأخصائيين بارك الله فيهون أنه بالنسبة للبعائي كل شي باطن سواء الحقف باطن أو ثبات باطن إلو علاقة بالحياة دائما أنا يعني ممكن الزبات الظاهر أو الحقف الظاهر ممكن أنا أربطه ممكن يعني تعامل معه ولكن هاي إلع علاقة بالحياة إلع علاقة بحياة الطرف إلع علاقة بحياة الدماء أو غيره دائما مصلح الشريان والوريد لازم أفصلهم بنسيج حي مفاغرت الوريد إذا فيه عنده مريض رلود وعنده أزيه شرياني ووريدي أفاغر طبعا إذا أزيه شرياني غير مهمي وغير مهدد في حياة فاغر الشريان قبل الوريد لضمان أنا ما يصير عنده مقاومة بعد ما يعمل وصل الشرياني بالفترة القادمة إصلاح الأعصاب بالإصابات دائما مضاد في الضباب إصلاح الأعصاب مضاد في الضباب دائما بالنسبة لخزع الحجرات بمجرد الشك أخزع بمجرد الشك يجب خزع الحجرات عند أدنى شك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر